النهاردة فينا موزاجين للفوضى فوضى اللي احنا على عالم التواصل الاجتماعي اللي بيلا ضابط ولا رابط لغاية الوقتي لغاية الوقتي انا اخاطب واناشد وزير الاتصالات والهيئة القومية الاتصالات واخاطب رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام واخاطب وزير الدولة للإعلام واخاطب مباحث الانترنت واخاطب كل هؤلاء مطلوب واخاطب البرلمان ولجنة الانتصالات والمعلومات واخاطب كل هاده الجهات المعنية بضرورة تفعيل القوانين المانعة والقوانين المقيدة للفوضى في عندي على السواسل الاجتماعي فوضى عارمة في عندي واحد كل واحد بقى موضى يطلع يفتح الكاميرا ويقولك انا هقولكو بقى علاج فيروس كورونا ايه انا هقولكو بقى ام مستخبية فيه انا هقولكو بقى اسلوبين اللي قتل جون كندي انا هقولكو ايه يا عمي فيه ايه كل واحدة عندها مرض نفسي تطلع تقول هذا الكلام كل واحدة عنده مرض نفسي يطلع ايه هذا الكلام لا 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 مش معقول شوفنا فيديوهات واحدة مريضة نفسيا بنتعالج جاء من امريكا جاء تقول كلام غريب جدا واحد قاعد مريض نفسيا ايه يا عمي هو في ايه الفوضى لابد من الدرب بيد من حديد على كل من يعبث بعقول المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا تويتر ولا اليوتيوب ولا غيره من الحاجات اللي شغالها دلوقتي المفروض يكون فيه رقابة انا بقول بوضوح تقول لي رقابة ايوة رقابة تقول لي ده حرية ماش حرية حرية ايه وزفت ايه في هذا التوقيت لعنى الله الديمقراطية وكل ما اشتق منها اذا كانت تأتي على حساب مصلحة اشتركوا في القناة